وحدة من قيم الاهل وتقاليده انه كله بالقانون كله بالقانون وكله بالاحترام وكله بالحفاظ على قيمته وتقاليد الناد الاهل ناس كتيرة ساقها كثيرا ما تعرض له الناد الاهل منذ انتخاب مجلس الادارة الحالي من عواصف انتو تبعتوها وشفتوها وعارفينها عواصف صدر منين جاية من انهي صحاري جاية من انهي مناطق انتخابية وحسابات متعددة بشكل كبير جدا لكن كان مجلس ادارة الناد الاهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص على الدفاع عن قيمة الاهل عن مكانة الاهل عن حو مجلس الادارة وحقوقه هو الشخصية كمان بالقانون وبالاحترام وبما يحفظ قيمة وكبرياء الناد الاهل كابتن محمود الخطيب في احتفالية تسلم درع الدوري قال كلمة هنفكركم بيها لانه تقريبا لها علاقة مباشرة بالنهار ان هناك الناد الاهلي برموزه بجمهوره بأعضاءه بلاعبيه بجهازه بيتعرضه للأسف للإساءة أو التطاول ده أمر ما يمشيش في الرياضة النادي الاهلي ما بيسيبش حقوقه والنادي الاهلي بيعرف ازاي يخلح حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الاهلي النادي الاهلي قيمة كبيرة جدا لو النادي الاهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الاهلي قيمة الاهلي قيمة الاهلي الاهلي بيرتفع والاهلي ياخد حقه بالقانون وباللوايح واللوايح منظمة عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون متمسكين بتفعيل لوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة الاتحاد المصري وكرة القدم واللجنة الأولمبية وهناس عالدة وهناس عالدة الحقيقة دي مرة من المرات القليلة وتكدت كل مرة الوحيدة اللي كلم الكابت الخطيب ازاي يرد على تجاوزات اللي حصلت للنادي ولوه شخصيا والبعض رموز النادي وحتى عندما تناول هذا الامر تناوله من منظور احترام القانون وازاي هناخد حقوقنا مش بالتجاوز انما او النزول الى مستوى التجاوز ولكن بالقانون والحقيقة ان كل مرة لجأ القانون الحمد لله انصفه وان لم ينصفه الجهات الرياضية مش ما نصفتوش هي الحد دلوقتي مردتش الى اللجنة الانبوية في قضية وحيدة وحكمت للاهلي بسلامة موقفي في قضايا القصة بنظام الدوري ده مركز التسوية والمنزعات تسوية والمنزعات تتبع لللجنة الانبوية ولكن حتى الان خير اللي ما اجعله خير ما اسمعناش ماذا حدث في تظلمات اتحاد الكرة ولجنة الانضباط ولجنة الانضباط ولجنة الانضباط ونتمنى ان يأتي الانصف ايضا والظاهر ان هنحنحط عنوان الانصف لشهر ديسمبر لان الشيء بالشيء يذكر وان كنت انت عايز تأجله انا ما عنديش مشكلة انت معاك الديركسيون انت بتقود الحلقة اعلم ان هناك امور تحدث نتيجة شكوى الاهلي في الاتحاد الافريقي وانا اتكلم حنجلها حنجلها شوفته بقولك هو المعاد ديركسيون انا بس حفاظا على عدم اختلاط الاوراق على ذكر الكلام اللي اكد عليه المهندس عدلي انه الاهلي في النهاية بيلجأ للقنوات المشروعة وبيحافظ على القطر القانونية وبيجيب حقه والحق ما بيزع علش هذا الاسبوع قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور بحبس احد الاشخاص ويدعى جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة الاف جنيه وتغريمه خمستاشر الف جنيه وعشر تلاف جنيه كتعويض مؤقت والزمت المتهم بالمصرفات الجنائية ومقابل اتعاب المحامة ليه؟ حبس وغرامة وتعويض مؤقت ليه؟ بتهمة سب وقصف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الآلي والتعرض لسمعة اسراته وتناول اعضاء مجلس ادارة النادي بالسب والشات بعبارات موسيئة وكان كابتن محمود الخطيب رئيس الناديك قد اكد في وقت سابق على ان الاهلي يسلك دائما الطرق الشرعية من اجل الحصول على حقوقه وبما يتناسب مع اسمه وقيمته وتاريخه على المستوى المحلي والقارل وانه يتمسك دائما بتفعيل القانون واللوايح ولا يتدنى بأي حال الى محاولات استدراجه الى الاساءة والخروج عن النص واتباع الطرق التي تخرج عن حدود الاخلاق نظرا لقيمة الاهلي واسمه وتاريخه وشعبياته على كافة المستويات واشر الى ان الاهلي ومجلس ادارته لن يتنازل عن حقوقه ويرفض المساس بها لكن من خلال القنوات الشرعية وهكذا هو الاهلي دائما على مدار تاريخه وفي ضوء ما سبق كلف مجلس الادارة قبل فترة الاساس محمد عثمان المحام المستشار القانوني للنادي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسيئين للاهلي ومجلس اداراته وجماهيره ومنهم الغزالي الذي زعم انه احد مشجيع الاهلي ومدفوعا من اخرين قاد حملة ممنهجة حفلت بالسباب والاكاذيب والاساءات التي اطلت الاعراض وسمعت العائلات من خلال بث فيديوهات متعددة على صفحات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي واصدرت المحكمة الحكم المشار اليه منصفة رئيس النادي الاهلي ورمزه الكبير كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي يعني اما يبقى فيه مجموعة الناس تعرف بعضها ماشتقيمش العلاقة ولا الاشخاص في ظل الظروف الجايدة تمال يتقيم مساعة الخلاف مين حيطلع صح؟ مين حيطلع تمسك بالأصول؟ مين لسانه حيبقى عفيف؟ مين ايده حتمتنع عن الآذة؟ مين حياخد حقه؟ يا اما بالعتاب يا اما بالقانون يا اما بالعشب دي وسائل اخذ الحقوق لكن فيه ناس تعرفها في حياتك وتفاجأ انه هم اتصرفوا تصرفات ساعة الخصومة الملاش مبرر كانش فيه خصومة شخصية في هذه البعضهم يعني وتجد ان كلام عنيف جدا بيطلع لكن برضو زي ما قلتلك ايه مشي عادي اللي احترع عدوك فيك؟ انت بتكسب القضايا ليه؟ لان لما بتانهم احد بكلام بيثبت انه هو مش صح وما تجاوز حقك فحقك بتستطيع ان تأخذ الحق والانصاف وتعالى كده في الشهرين اللي فاتوا دول شوف كم حكم خدوا من كابتن خطيب وكم حكم ادبي من جهات متعددة حصل عليهم من كابتن خطيب وكم تكليم اه وان انا بتكلم بقى دولتي عشان دي قضية الكابتن الخطيب ايه وطبعا النادي اه وانت مستعرض كل هذا اه حنوريكم النهاردة كيف حصل الاهلي على حقي فيه؟ مش هتخيالوا حجم القضايا اللي اكسبها اه لكنه